موسيقى أعوذ بالله محمد الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلى على سيدنا محمدين وعلى أهله وصحبه يجمعين وعلى مترهم بإحسان اليوم الدين بداية أود أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى مؤسسة الإمام عبد السلام ياسين للأبحاث الدراسات وإلى كل من ساهم في إنجاح هذا المؤتمر الكريم والذي يتناول موضوعا بالأهمية بمكان موضوع التغيير في نظرية الإمام عبد السلام ياسين أرحمه الله تعالى وتشرفت بالمشاركة في هذا المؤتمر بورقة باحتياء في موضوع التغيير في الاقتصاد عند الإمام عبد السلام ياسين أرحمه الله وسنناول هذه الورقة بالدراسة بالتحليل إحدى أهم قضايا التغيير كما قلت وهي النظرية التغيير في الاقتصاد والتغيير في الاقتصاد حيث وضع الأستاذ بالسلام ياسين رحمه الله كيف ينبغي أن يتحول الاقتصاد من أنانية وجشع وتكبر وترف واستباق نحو التسلح واستكبار اقتصادي إلى اقتصاد رحمته وإيطار وعدل وعمل وجد وعمل وكذلك الإمام عبد السلام ياسين ينظر إلى التغيير في الاقتصاد من وجهات ثلاثة معايير كمية مادية ومعايير قانونية شرعية وأخرى نفسية تربوية هذا ما سأتناوله في مباحث ثلاثة الأول حول الباعث الإيماني والتغيير في الاقتصاد والثاني حول التغيير والاتزام بالدواب الشرعية أما الثالث فيكون حول التغيير لبناء اقتصاد دولة الإسلامية فالمبحث الأول المتخص بالباعث الإيماني أولا التربية على استحضار وازع الإيمان فالتربية كمان علم جميعا هي أساس كل تغيير وقد ركز عليها الإمام عبد السلام ياسين رحمه الله في كل المجالات وفي مجال الاقتصاد تربي التربية المؤمن على اعتبار العمل واعتبار المساهمة في خدمة الاقتصاد عبادة يتوجه بها إلى الله عز وجل وبالتربية يمكن للإنسان أن يغير ما بنفسه ومن ذلك المعاملات المالية والاقتصادية ثم ثانيا البواعث الإيمانية هي الموجهة للاقتصاد فالتربية الإيمانية ومجاهدة النفس هي الموجهة الأساس لاقتصاد إيماني الذي تصلح به الأمة ولذلك نجده رحمه الله يعني يشرح ويفسر ويحلل الوهن الوارد في الحديث النبوي الشريف تتداع عليكم الأمم كما تداع عليكم الأكلة على قصعتها الحديث قال رحمه الله في هذا الباب تتداع الأكلة علينا يعني الاستعمار والاحتلال الاقتصادي والوهن الذي هو حب الدنيا وكراهية الموت سبب للهزيمة العسكرية كما أن حليفه الحب الراحة وكراهية العمل سبب للهزيمة الاقتصادية وفي من البحث الثاني سنتحدث عن التغيير والاتزام بالضوابط الشرعية فلابد كما نعلم دائما لا بد من وضع الأحكام والضوابط لتستقيم الحياة وخاصة بالنسبة لنا لا بد من وضع ضوابط شرعية والتدرج في تنفيذها والعمل بها ومن هذه الضوابط مثلا منى الاحتكار وتزهيف الحسابات والغش في المعامل وتزوير تلويج البضاعة بالكذب واللعب بالأسعار وتكديس الأموال وغيرها ثم ننتقل إن شاء الله تعالى إلى المبحث الثالث الذي تحدثت فيه عن التغيير لبناء الاقتصاد في الدولة الإسلامية وأول نقطة نبغي الإشارة إليها هي التحرر من التبعية فلا بد لكل دولة أن تتحرر من التبعية وخاصة التبعية الاقتصادية ثم ثانيا بناء اقتصاد الدولة الإسلامية ومن ذلك إن الأمور المساعدة على بناء اقتصاد الدولة الإسلامية نجد مثلا تضحية جماعية وخاصة لكل فرد فرد ثم تربية الشعب على التخلص من البخلي والعجزي والاتكالية ثم الابتكار والتنمية والمنافسة الشريفة ثم تغيير البناء الفاسدة بناء اقتصادية ثم اقتحان العقبات الاقتصادية التي تعترض بناء اقتصاد الدولة كما أن الإمام يستحضر في هذا الباب دائما وحدة الأمة اقتصادياً وبالتالي الوحدة المرجوة السياسية وغيرها إذن يستحضر دائما وحدة الأمة والتعاون بينها اقتصادياً والتكامل فيما بينها في كل المجالات فللأستاذ عبد السلام ياسين كما رأينا نظر شمولية ومتكاملة وحث المستمر على الجهاد الاقتصادي للتخلص من قيود الهوى والشهوات وحب الدنيا لأنها تفتك بقيام الأمة المادية والمعنوية ويؤكد دائماً أن الدولة قادرة على تحقيق التكافل الذي يشمل جميع طبقات المجتمع ليسود العدل وتتأهل الدولة اقتصادياً وسياسياً بالمؤهل الاقتصادي وبعد المؤهل المعنوي لتعود الأمة إلى عزتها وتسترجع كرمتها وأشكركم جميعاً اشتركوا في القناة